في ترجمة الشيخ بن باز رحمه الله مثلا في ترجمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في ترجمة شيخ الاسلام بن تيمين رحمه الله الجميع نحن نقول القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يتصبح بيوغرافةهم نأتينا قد نتأك Lype أي شيء صنع شيخ الإسلام ببن تيميه رحمه الله نعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى شيخ الإسلام ببن تيميه فأي أكثر نحنه بإبن تيميه أو بإبن تيميه فأي أكثر نحن نحن نتعاملها بما في ذلك فرد ما قال الله وفق عملنا به خالف السنة تركناه حتى وإن كان من شيخ الإسلام ببن تيمية رحمه الله مع أننا نعتقد أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني من أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا مثال يعني ورد مثلا دعاء كان يدعو به الشيخ بنباز رحمه الله دعاء خاص حيث يدعو الشيخ بنباز رحمه الله هل هذا الدعاء أفضل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مدعو كان مدعو به ومدعوه ومعه يدعوه بالشيخ بنباز لا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه عندنا لابد يعتقد المسلم أن أفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقدم هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بعض الناس أنا أعجبت لي طريقتك في التدريس أقول لا لابد أن تعرض هذه الطريقة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أفضل معلم هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل دعوة أفضل خطبة أفضل طريقة أفضل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فقط في الاعتقاد لابد يكون هذا أيضا في العمل في الاتباع في كل شيء ذلك كبير من الأفضل وفضل وفضل جيد من الأفضل وفضل جيد من الأفضل وفضل جيد من الأفضل كان من الأفضل صلى الله عليه وسلم لذا يجب أن نتبه في الناس صلى الله عليه وسلم وفضل جيد من الأفضل وفي أفضل وفضل 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 نعم إذا هذا الأصل هذا الميزان الذي لابد نزم به كل ما عليه الناس وخاصة العلماء ، فوق الأفضل فالفضل بمعين كما تقصد من حاناتك وفضل عن أفضل عن أفضل الخاصة العلماء خاصة العلماء من الخلفة هذه هي سنة السبق ة